سيد الرئيسة، سيد الوزير المحترم في الواقع ما كنا نتصور أن هذا النقاش حول مجرد مسودة مشروع قانون أن يطرح بهذه الطريقة ونحن نعلم أنه لأول مرة في تاريخنا المغربي يعدل قانون الجناء تعديلا جدريا وبطريقة شاركية غير مسبوقة ولقية تأييدا شعبيا غير مسبوك الذين يدعون اليوم أن هناك معارضة الناس يطرحون قضايا هامشية ضد توابط الأمة غير مستعدون أن نناقش توابط الشعب المغربي الذي جهد من المشروع ونص عليها وأكد عليها ولذلك نشجعكم سيد الوزير على ذلك وعلى هذا الخط الذي مشيته فيه والله يفقكم